بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم بقناتكم قناة كشكو البسمة اليوم ان شاء الله سبايا رح نشتغل مع بعض هالموتيف الحلو سهل كتير رغم انه شكله بيوحي بالتعقيد وعبارة عن سطرين متكررين لن تصدقوا قديش بساطه سهولته اثناء التنفيذ وبإمكانكم تساوي منه موتيفات طويلة الموتيف يعني هو الوحدة المتكررة وتعملوا منه اما سكارفات او مفارش او اي مشاريع انتو بتكون اياها واهم شي كمان ممكن ينعمل بندات للشعر كمان انوع الخيوط صبايا طبعا حسب ما بتكون اذا بتكون اياه شتوي ومقفول بالطريقة دي بتستخدموا خيوط صوف او خيوط شتوية بتكون اياه سيفي ممكن تستخدموا خط السلسلة الحرير او خط الدي ام سي لتنفيذ مشاريعكم حلو كتير كمان للجليهات الصيفية اذا انتو كمان شغلته بخيط الحرير او بخيط الدي ام سي ما رح طويل عليكن والفيديو لحاله يعني فيديو بسيط وسهل على بركة الله نبتدي يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم سبايا بدي اشتغل انا معكم النموذج بخيط هيملايا افريدي وابري تلاتة ونص الكاميرا مش فاقتها المون انو الابري تلاتة ونص مناسبة لخيط الهيملايا رح نبتدي بعيدة البداية ونرتفع 8 ثلاثيل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية ثلاثيل وعالسلسلة الاولى رح نقفل بمنزلقة نطلع من اول السلسلة ونطلع من الحلقة على الابري مشان المبتديات الان بنا نرتفع واحد اثنين ثلاث سلاسل نلف وندخل على داخل الحلقة ونسحب خيطنا بمقدار الثلاث سلاسل كأنو ارتفاع عمود سبعة بس ما بنا نشتغلوه نلف ثاني وبردو ندخل على الحلقة ونسحب الخيط كمان بنفس الارتفاع هيك كأن عنا تلات لفات سلسلة الارتفاع تعتبر لفي وعنا لفتين رح نلف ونطلع من اللفات بس ونبقي اخر حلقة على الابري مشان يضل عنا حلقتين من نشتغل سلسلة مسافة واحدة بدنا نكرر الان نلف كده ندخل على الحلقة وناخد لفي ادي واحد نلف تاني او تنين نلف وندخل تلاتة اذا بكل مرة رح نكرر ثلاث مرات عملية اللف رح نلف ونطلع من الحلقات كلها بما عدا الحلقة الاساسية لعى الابري صبايا الاولى بتتركوها وتسحبوها مشان نصير عنا حلقتين على الابري نلف ونطلع منهم هيك مشان يكون فيه عنق لغرزة الباف سلسلة مسافة ورح نلف ونرجع للحلقة تاني ونكرر العمل لفة اتنين تلاتة نلف ونطلع من الثلاث اللفات اللي لفينا هندو بعدين نلف ونطلع من الحلقتين سلسلة ورح نكرر العمل واحد ابنين تلاتة نلف ونطلع من اللفات دي نلف ونطلع من الحلقتين بنفس الطريقة صبايا مع بتنسوا كمان انه في عنا سلسلة مسافة بدنا نكرر لغاية ما يبقى عنا اتناشر بف انهيط صبايا انا اتناشر بف واحد اهم رح نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مانة تسعة عشر حداشر اتناشر بعد البف انهينا بسلسلة وعلى اول بف مش ع تالت سلسلة ارتفاع لا على داخل الغرزة صبايا رح نقفل الحلقة دي منزلقة هيك بيكون عنا الدائرة الاساسية بالبداية الان بدنا ننتقل بمنزلقة بس لاول فراغ رح نرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة ونرجع نشتغل الحشو بنفس الفراغ اللي طلعنا منو صبايا اهم كما رح ننتقل للفراغ التاني ونشتغل حشو بنرتفع برضو واحد اتنين تلات سلاسل وبنفس المكان نرجع نشتغل حشو كما ننتقل للفراغ البعدو حشو تلات سلاسل وبنفس المكان حشو ورح نكرر رحنا كده بنعمل سطر زخرفي واحد اتنين تلاتة حشو بكل الفراغ عم بيكون عنا حشوين بيناتهم تلات سلاسل ومنكرر لحتى ننهي الدائرة بكل مرة تلات سلاسل بنرجع ع نفس المكان صبايا ما تنتقلوا للحشو التاني لأ بعد التلات سلاسل بترجعوا لنفس الفراغ اللي انتو فيه بعده بتنتقلوا ع الفراغ اللي بعدو وبتشتغلوا كمان واحد اتنين تلاتة بترجعوا على نفس الفراغ وهكذا منكرر لحتى ينتهى معنا الراوند كل انهينا الراوند سبايا يعني الطبيعي انه يكون عنا الان اتناشر سلسلة زخرفي ورح نرجع لأول مكان طلعنا منه اهو ونقفل بمنزلقة اهو رح نعد عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر وعدي اتناشر طيب الان سبايا بدنا نرتفع خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وعدي خمسة رح نقلب الشغل برد بعيد سبايا بعد الخمس سلاسل رح نقلب الشغل عندي الان الان الانطرة دي السلسلة رقم واحد ورقم اتنين وفيها المسافة الصغنانة اللي بينهم اللي كنا نتخطاها لنعمل رح ندخل بالمسافة دي اللي بين الانطرة واحد واثنين هنا ونقفل بمنزلقة اهو صار عنا هيك فراغ سلاسل تمام؟ رح نرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ونقلب الشغل تاني رجعنا للوش دلوقتي رح نلف وندخل في الحلقة دي اللي نحنا صارت كأنه سلسلة بداية ورح نشتغل اول لفة تاني لفة رح نرجع لتأسيس البف من اول وجديد رح نلف ونطلع من الحلقات ونترك بس اول حلقة على الابريد بعدين نلف ونطلع من حلقتين هيك نكون اكملنا البف الاولى سلسلة مسافة رح نلف ونشتغل على ثلاث لفات متل ما كنا شغالين بالدائرة الاساسية تلات لفات نلف ونطلع من الحلقات كلها معادة الحلقة الاولى منلف ونطلع من الحلقتين سلسلة مسافة طبعا رح نكرر لحتى يكون عنا سبع بفات بتحصر ست فراغات ادي واحد اذا هاي اتنين الآن ثلاثة احنا نطلع من الحلقات ونطلع من الحلقتين سلسلة واحد ادنين ثلاثة نطلع من اللفات سمع من حلقتين سلسلة ونكرر سلسلة مسافة ما بننسى لها السبايا نشوف كم بفصار معنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بقينا واحد لان بيلزمنا سبع بفات ادي سلسلة وادي ثلاث لفات منلف ونطلع من النون ومن الحلقتين والان ما بنعمل بالاخر سلسلة مسافة خلاص كده انهينا صار عنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كمان رح يواجهنا الانطار تين دول سبايا ادي واحد ادي اتنين بالمسافة اللي بينن رح ندخل ونقفل بمنزلقة اذا هيك منكون سبتنا حلقة الشغل اللي رح نشتغلنا فيها بالدائرة الاساسية الان كمان رح نقلب الشغل تاني ما رح نرتفع بسلاسل ابدا صبايا رح ندخل على اول فراغ اهو ونشتغل غرزة حشو ونرتفع ثلاث سلاسل ونرجع نعمل اطار تزييني زي البيكو متل ما عملنا بالدائرة الاساسية كما للفراغ التاني ننتقل ونشتغل حشو ونرتفع ثلاث سلاسل ونرجع مرة تانية ع نفس المكان ونشتغل حشو كما للفراغ اللي بعده ثلاث سلاسل وحشو بنفس المكان وبرده للفراغ اللي بعده حشو ثم ثلاث سلاسل ثم حشو كما للفراغ اللي بعده حشو ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل وحشو ثلاث سلاسل صحت ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل فيه ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل أو الأنطرة الأولى انتهينا منها بنا نرجع نأسس لأنطرة جديدة مكان ما ثبتنا الآن بمنزلقة رح نرتفع خمس سلاسل مثل العادي واحد نين ثلاثة أربعة خانسة تمام اللي بو الشغل الآن شو عندي صبايا قادي أنطرة واحد قادي اثنين المسافة اللي بينهم رح ندخل ومنثبت بمنزلقة تمام اللي بو الشغل الآن شو عندي صبايا قادي أنطرة واحد قادي اثنين المسافة اللي بينهم رح ندخل ومنثبت بمنزلقة هيك منكون كمان شكلنا حلقة نرجع نشتغل فيها تشكيل جديد رح نطلع ثلاث سلاسل ونقلب الشغل ندخل على حلقة السلاسل اللي أعددناها ورح نعيد اللي عملناهم يلي هو سبع بفات أول مرة بيكون لفتين لأنه في عندي سلسلة ارتفاع رح نطلع من اللفات ثم من حلقتين ودي سلسلة خلوا بالكم ميزة بايد لأنه خلاص هندخل في التكرار كمان على نفس الفرق واحد اثنين ثلاثة من كل اللفات مع دا الحلقة الأولى ثم من حلقتين وسلسلة مسافة كمان واحد اثنين ثلاثة من كل اللفات ومن حلقتين وسلسلة واحد اثنين ثلاثة بنكرر صبايا أهم مشان اللي ضاعت منه الدائرة اللي قبلها ياخد باله دلوقتي صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة لازمني سبع هدي سلسلة ودي البقف رقب خمسة نستعجل شوي هنا معلش كمان ونرجع نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وادي الأخيرة رقم سبعة بعد رقم سبعة ما منعمل سلسلة مسافة صبايا منلاقي قدامنا وادي أنترة وادي اثنين وادي المسافة بيناتهم ندخل بالمسافة بيناتهم ومنثبت بمنزلقة ما رح نشتغل أي سلاسل ارتفاع رح نقلب الشغل مباشرة وندخل على أول فراغ بين البف آخر بف ده يعتبر بنسبة لنا واحد ادي واحد وادي اثنين ندخل على المسافة بيناتهم ومنشتغل حشو ومنرتفع ثلاث سلاسل لأن بدنا نساوي السطر الزخر فيه خلاص تعودنا عليه صبايا رح ننتقل على الفراغ اللي بعده ونشتغل ثلاث سلاسل ونرجح نثبت بحشو بنفس الفراغ اللي طلعنا منه ثم ننتقل للفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة وندخل على نفس الفراغ ونثبت واحد عفوا هاشوفتوا ننتقل للي بعده حشو واحد اثنين ثلاثة حشو ننتقلوا للي بعده حشو واحد اثنين ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بقي عنا اهو لسه في عندي اثنين بف اهو صبايا بقي عندي لسه الفراغ الاخير حشو ثم ثلاث سلاسل ثم حشو خلاص قدامي نان الانطرة رقم واحد رقم اثنين بالمسافة اللي بيناتون هالدقيقة بنعمل منزيقة خلاص التشكيل صبايا ودخلنا بالتكراش وهو عبارة عن سطرين سطر عم ننسس فيه بس الحلق الصغنانا امو خمس سلاسل عم نشتغل فيه سبع بفات نرجع عم نعمل انطرة سلاسل حشو ثلاث سلاسل وحشو فيك الفراغ وبمجرد ما ثبتنا مباشرة ننتقل بخمس سلاسل ثلاثة اربعة خمسة ومنقلب شغلنا ومندخل بين الانطرة واحد واثنين اهو ومنثبت بالمسافة دي اللي بينهم بمنزلقة اهو بسم الله ايوة بجد عايزة تعنت بجد يعني مش هزار والله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهلة الا ما شعلتها بسهلة المهم ثبتناها في النهاية سبايا مش رح اقطعها بالمنتاج بدي فرجيكم شو بتعذب التسوج طيب سبايا شو من انا عمل دلوقتي يلا ذكروني رح نرتفع بتالت سلاسل وقلب يمعلم صار عندي الان حلقة بدي اشتغل فيها السبعة بف انهيض انا السبعة سبايا ونثبتهم قدامنا واحد اثنين انطرة في عنا فراغ في الوسط رح نسحب بمنزلقة ونقلب الشغل مباشرة ندخل على اول فراغ ونثبت بحشو ثم نعمل السطر الزغروفي بتوع تلس سلاسل حشو كما على الفراغ اللي بعده واحد اثنين ثلاثة انهيضون سبايا واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ست اناطر قدامنا هم الانطرتين دون رح ندخل بين هاتون نسحب منزلقة مجرد نحن طبعا ننهي اي تشكيل مباشرة معناها بدنا نرتفع خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبدنا نقلب الشغل وبدنا بين الانطرة رقم واحد ورقم اثنين ندخل ونثبت بمنزلقة ونأسس كمان لتشكيل جديد شوفوا صبايا دخلنا الان بالتكرار عيدوا نفس الشغل لحتى تصلوا للطول اللي انتو بتكون يا برجعوا بقولكم صبايا هذا من احلى الموتيفات اساسا لشغل ممكن تعملوا بخيط رفية خيط السلسلة الحرير او خيط دي ام سي او خيط المفارش ويتعمل منه مفارش لانه بقتل هذا بتكون تعملوا بالتشبيك اذا حبيتوا تبقى ان شاء الله ممكن نعمل تشبيك شوفوا التشبيك وين بدأ يدخل سبايا يعني مننشبك بالحتة دي ده يدخل هنا وقتل منشبك لو انتو عايزين تشبكوا مسلا المنطقة دي بتدخل بالطريقة دي بيتم التشبيك دي منشبكة باخر واحدة نترك واحدة الاولانية منشبكهم باول واحدة هيك منكمل الموتيفات لحتى يكون عنا اما مفرش او شالات او سكار هيك انها هنا الشغل سبايا لانه دخلنا بالتكرار شفتوا قديش شغله بسيط وسهل وشكله حلو شيك كتير بيمكن تشبكوهم مع بعض يعني تعملوا موتيفات طويلة بتطلق انتو بتكون بتعملوا سكار بتعملوا شال بتعملوا مفرش بتستخدموها لوحدة كنار او باند للشعر كمان هو غالبا كمان بيبقى كنارات لمشغلاتنا المختلفة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك وشير مع اصحابكم لحتى ان تشير الفيديو حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات مقبلة استودعكم حناية الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة